وإذا ضيع الإنسان أول اليوم الذي وقت البركة والبكور والفضيلة وحلول الأرزاق فإن يومه يضيع فإن يومه يضيع وما كان منه في بكوره ينسحب على بقية يوما ولهذا كان متأكدا على المسلم أن لا يضيع هذا اليوم أن لا يضيع أول اليوم بالخمول والكسل والفتور وما كان السلف يعرفون النوم بعد الفجر ما كانوا يعرفون النوم بعد صلاة الفجر حتى يقول ابن القيم لو كانوا في سفر طول الليل وفي عناء وفي شدة لا ينامون بعد الفجر ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم ينامون كل ذلك محافظة على هذا الوقت الفاضل الذي هو من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هذا وقت مبارك ووقت فاضل ووقت ذكر لله تبارك وتعالى وما كان السلف رحمهم الله يقضونه في نوم أو في كسل أو في فتور أو نحو ذلك وإنما كانوا يحافظون فيه على الأذكار ذكر الله ولا سيما التسبيح ونحو ذلك من الأذكار التي وردت في الشرع وستأتي أو يأتي معنا جملة طيبة منها في هذا الكتاب وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول صلينا الصبح ثم ذهبنا إلى ابن مسعود ذهبوا إليه في بيته لزيارته قال واستأذننا في الدخول طلبنا الإذن في الدخول فاستأذنت لنا الجارية فأذن لنا في الدخول أذن لنا ابن مسعودا ندخل ولكننا انتظرنا قليلا يعني بعد الإذن انتظروا قليلا ثم دخلوا فلما دخلوا على ابن مسعود قال ما لكم يعني تأخرتم في الدخول وقد أذن لكم قال قلنا ظنننا أن أحدا من أهل البيت نائم فانتظرنا قليل يعني انتظروا قليل حتى يرتب لهم الطريق قالوا ظنننا أن أحدا نائم فانتظرنا قليلا فقال رضي الله عنه أظننتم بآلي ابن عبد غفلة ابن أم عبد غفلة أظننتم بآلي ابن أم عبد غفلة يعني هل ظننتم عندنا غفلة معنى ذلك أن ما أحد ينام عندهم في هذا الوقت لا هو ولا أولاد لا يغرف النوم عندهم في هذا الوقت قال أظننتم بآلي ابن أم عبد غفلة ثم أخذ يسبح أخذ يسبح إلى أن قال للجارية أنظري أطلعت الشمس فنظرت قالت لم تطلع قال فأخذ يسبح ثم قال للجارية أنظري أطلعت الشمس قالت نعم قال الحمد لله قال كلمة عجيبة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا انتبهوا للكلمة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا هل اليوم انتهى؟ هل اليوم انتهى؟ أو لا زال في أوله لاحظ معي الآن مجرد ما طلعت الشمس وهو على التسبيح يسبح الله حمد الله بهذه الصيغة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا اليوم بقي أكثر ما زال في أول اليوم فلماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا لماذا قال هذه الكلمة أظن الجواب معروف لدينا أجمعين لأن من حفظ أول اليوم حفظ له اليوم كله ولهذا قال في مجرد ما أنه حفظ أول اليوم بالذكر والتسبيح إلى أن طلعت الشمس حمد الله بهذه الصيغة قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا مع أن اليوم ما زال بقي وقت طويلا بقي الضحى وبقي الظهر وبقي العصر بقي وقت طويل جدا ما مضى من اليوم إلا جزء يسير جدا ومع ذلك يقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا هذا نأخذ منه فائدة جليلة مهمة أن من حفظ أول اليوم حفظ له باقيه من سلم له أول يومه سلم له بقية يومه وهذا هو سر محافظة السلف رحمهم الله على أول اليوم وعدم إضاعته السلف رحمهم الله عرفوا قيمة أول اليوم فكان لهم معه شأن والناس في الأوقات المتأخرة والأزمنة المتأخرة لم يعرفوا قيمة هذا الوقت فكان لهم معه شأن آخر ربما أن أفضل أوقات النوم عند كثير من الناس في هذا الزمان بعد الفجر أفضل أوقات ويفضل النوم ولا يمكن أن يضيع نوم بعد الفجر حتى لو كان لنصف ساعة حتى لو كان عنده دوام أو عنده عمل فما يكفي إلا أن ينام نصف ساعة ينام مع أنه ما تفيده شيئا ترخي جسمه وتضعب بدنه ولا تعطيه نشاطا ولا يترتب عليها له بل تسبب له ارتخاءا وفتورا وكسلا ومع ذلك تجد لا يفرط فيها مع أن الأصل أن هذا الوقت يحفظ في ذكر الله تبارك وتعالى فالشاهد أن السلف رحمهم الله عرفوا قيمة هذا الوقت الفاضل وعرفوا مكانته عرفوا منزلته فكانوا يحفظونه بذكر الله تبارك وتعالى من هنا نقول ينبغي علينا جميعا أن نتعلم الأذكار المشروعة المأثورة الثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام والتي يستحب لنا أن نقولها في الصباح الباكر ونعود أنفسنا عليها ونعود أنفسنا عليها كل يوم حتى يصبح هذا أمرا معتادا مألوفا للإنسان لا يستطيع أن ينفك عنه ولا يستطيع أن يتركه يعود نفسه على ذلك ويداوم عليه فيكون بذلك من المحافظين على الذكر على ذكر الله تبارك وتعالى في أول النهار وهكذا أيضا في آخر النهار وهو الوقت الذي بعد صلاة العصر إلى قبل غروب السمس